ترجات حرارة قريبة من معدلاتها يوم الغد وإجواء لطيفة في معظم مناطق المملكة مائلة للدفع في الأغوار والبحر الميت والعقبة وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أعزائنا متابعين تقس العرب وأصعد الله مساءكم من المتوقع أن تبقى الأجواء الربيعية لطيفة في معظم مناطق المملكة وتكون درجات الحرارة حول إلى أقل بقليل من معدلاتها نسبة لمثل هذا الوقت من العام وكما نشاهد هنا من خراء الدرجات الحرارة مع يوم الغد تبقى الأجواء الربيعية في معظم المناطق قد تميل هذه الأجواء للدفع في مناطق البحر الميت والأغوار والعقبة في ساعات النهار أما في ساعات الليل لهذه الليلة فتكون الأجواء أقل برودة من الليالي الماضية في العاصمة عمان درجة الحرارة تصل إلى 8 درجات مئوية والأجواء صافية وسرعة الرياح تصل إلى 19 كم في الساعة أما في ثلاثة أيام القادمة يوم الخميس 17 نهارا إلى 11 درجة ليلا ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة مع يوم الجمعة والسبت وعطلة نهاية الأسبوع من 25 إلى 27 درجة مئوية في ساعات النهار ومن 16 إلى 19 درجة مئوية ترتفع درجات الحرارة الليلية تحديدا في العاصمة عمان ومن عمان إلى باقي مناطق المملكة ونبدأها شمالا ومعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد 21 إلى 12 في إربد في المفرق 21 إلى 9 جرش 21 إلى 12 في عجلون من 20 إلى 11 درجة مئوية مع وجود غيوم متفرقة عمان 17 إلى 11 في الزرقاء 21 إلى 11 في البلقاء 18 إلى 10 في معدبة 18 إلى 11 درجة مئوية أجواء دافئة في البحر الميت من 28 إلى 17 درجة مئوية في الكرك 18 إلى 13 في الطفيلة 17 إلى 12 في معان 22 إلى 12 جبال الشرق 15 إلى 11 درجة مئوية وفي العقبة أجواء مشمسة من 29 إلى 19 درجة مئوية في المناطق الشرقية رويشة 23 إلى 9 في الصفاوي 22 إلى 9 وأخيرا في الأزرق من 23 إلى 10 درجات مئوية كانت هذه أبرز المعلومات الوالدة لدينا هنا في مركز تقصى العرب إلى أن نلتقي في نشارات قادمة دمتم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع ترجمة نانسي قنقر